33 سنة على تحرير سينة أرض الفيروز من المغتصب الإسرائيلي نتمنى هذا التحرير كمان من الإرهابيين طبعا اللي مضطرين نتعامل معهم إن شاء الله يبقى عيدنا عيدين عيدنا بتحرير سينة وعدنا بالتنمية بإذن الله في القريب العاجل بالمناسبة دي النهاردة اللواء محمد عبد الله قائد الجيش الثالث الميداني كان معا اللواء طارق الجزار محافظ السويس وسيادة اللواء مدير أمن الشمال سينة ولفيف من القائدات العسكرية والأمنية والتنفيذية قاموا بوضع أكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمقر الجيش الثالث بمنطقة عجرود على طريق السويس القاهرة الصحراوي الحضور قرأوا بعد طبعا وضع أكليل الزهور الفتحة على أرواح شهداء قوات المسلحة اللي سقطوا في حرب التحرير واللي بيزالوا طبعا يسقطوا في الحرب ضد الإرهاب على الرغم من الحظر المفروض في سينة لكن أجواء الاحتفاليات هناك كانت موجودة بشكل كبير وسط تعزيزات أمنية سيطرت على الوضع هناك على أهالي سينة وعلى العريش بشكل عام اشتركوا في القناة